افتتحت مؤسسة دبي لرعاية النساء والاطفال دارا جديدة متعددة الاستخدامات لرعاية الاطفال المحرومين من الرعاية حرصا على توفير البيئة الملائمة لضمان نموهم السوي والحفاظ على سلامة صحتهم البدنية والنفسية شهد افتتاح المبنى الجديد معالي عبدالله البسطي الأمير العام للمجلس التنفيذي بحضور سعادة أحمد درويش المهيري رئيس مجلس دارة مؤسسة دبي لرعاية النساء والاطفال وسعادة أحمد عبدالكريم جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع وتستقبل الدار الجديد وهي عبارة عن فيلا سكنية مجهزة بكافة المستلزمات الضرورية للاطفال ورعايتهم بالصورة المثالية الاطفال من عمر ثلاث سنوات إلى 11 عاما للذكور و13 عاما للإناثة وتتوافر فيها كافة الخدمات اللوائية والنفسية والاجتماعية والصحية والتعليمية ترجمة نانسي قنقر